أنفقت شكل مايكروسوفت مليارات الدولارات لدعم أوبن اي اي لكنها الآن تبني نظام ذكاء اصطناعي داخلي خاص بيها يدعى ماي ربما لتجنب تكاليف أوبن اي اي الباهزة حيث يشاع أن وكلاء الذكاء الاصطناعي الجدد بتوصل تكلفتهم لـ 20 ألف دولار شهرياً طبعاً ده سعر باهز جداً للذكاء الاصطناعي وتشير تحركات مايكروسوفت إنها بتراهن على تقنيتها الخاصة الجديدة لخفط التكاليف والسيطرة حنستعرض النهاردة نظام ماي من مايكروسوفت اللي بتتغلب بي على وكلاء أوبن اي اي ذو التكلفة العالية ده يمكن يغير في سوق الذكاء الاصطناعي معاكم مروة سليمان من قناة انفو تيك فور يو وفيديو جديد فيديو مفيد على قناتنا تابعونا حنرجع لكم مرة تانية 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 متابعي قناة انفو تيك فور يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة مايكروسوفت وإبن اي اي كانوا شريكين لفترة طويلة استصبرت مايكروسوفت حوالي من 13 إلى 14 مليار دولار في أوبن اي اي وده ساعد شركة أوبن اي اي على النمو في المراحل المبكرة في الواقع كانت مايكروسوفت بتزود كمان شركة أوبن اي اي بالمزود السحابي الحصري لأوبن اي اي على أزور لكن الأمور أصبحت معقدة الآن يشعر ان مايكروسوفت بتدرب نماذج ذكاء استناعي متقدم خاص بيها بنافس سلسلة جي بي تي من أوبن اي اي اللي بتشغل شاة جي بي تي ونماذج من لعبين آخرين كبار زي انثروبيك تقارير مختلفة بتشير اللي ان مايكروسوفت طورت عائلة جديدة من نماذج اللغة الكبيرة تعرف باسم ماي ممكن تكون اختصار لمايكروسوفت اي اي؟ ممكن شركة مايكروسوفت اختبرت هذه النماذج لمعرفة اذا كان يمكن ان تعمل على نظام كوبايلوت الخاص بيها وهو مساعد الذكاء الصناعي الخاص بمايكروسوفت اللي بيساعد المستخدم في كتابة التقارير ادارة الجداول على الاكسل المساعدة حتى في البرمجة كوبايلوت بيعتمد بشكل كبير حاليا على نماذج أوبن اي اي لكن واضح ان مايكروسوفت عايزة تقلل التكلفة وتقلل اعتبادها على تلك الشراكة مع أوبن اي اي عشان يكون كمان في بعض المرونة بعض المصادر بتقول ان نماذج ماي هتشتغل بنفس كفاءة نماذج انثروبيك وأوبن اي اي المتعارف عليها مايكروسوفت لا تختبر نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بيها فقط كمان بتشتغل على نماذج من جهات خارجية زي متا اكس اي اي ديب سيك انثروبيك الامر مش متعلق بقى ان شاكت مايكروسوفت عايزة تفتخر بالنماذج الجديدة بتاعتها ولكن هنا عامل المال هنا مهم جدا رقاقات الذكاء الاصطناعي ممكن تكلف ما بين 10 تلاف تلاتين الف دولار للقطعة الوحدة وممكن توصل تكلفة الخوادم الكاملة يعني رف الخادم الكامل الى اكثر من نصف مليون دولار قبل حتى تشغيلها ده عبق كبير جدا على شركة مايكروسوفت والكثير من الشركات الاخرى يشاعر ان اوبن اي اي حتطرح وكالاء ذكاء الاصطناعي او اي 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 جنس برسوم شهرية ممكن توصل لـ 20 الف دولار يعني دلوقتي اذا كنت عايز تحصل على وكيل بحس مستوى دكتوراه من الدرجة الاولى ممكن تحصل على وكيل ذكاء الاصطناعي بهذا المبلغ الضخم انت متخيل المبلغ كبير جدا جدا بعض الشركات النشاء الصغيرة بتقدم وكالاء برمجة بحوية 500 دولار شهاليا على الرغم ان مش بيكونوا بنفس القوة لكن فرق كبير جدا مقارنة طبعا بي اوبن اي اي وي وكالاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بيهم ذات التكلفة العالية هل يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر الله اعلم ده احنا ما نعرفوش حتى الان ولكن واضح ان احنا في طريقنا لمزيد من التغيير تحول مايكروسوفت في كيفية تغييرها الاتفاقها مع اوبن اي اي في وقت سابق انتقلت من كونها المزاود السحابي الحصري لأوبن اي اي الى مجرد الحصول على حق الرفض يعني مايكروسوفت لا تزال تستطيع استضافة احمال عمل اوبن اي اي لو هي عايزة لكن اوبن اي اي هي كمان حرة في استخدام مزاودي السحابة الاخرين زي اوريكل يحدث هذا في نفس الوقت اللي فيه استثمارات كبيرة جدا بتضخ في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي فكر كده فيه مشروع زي ستار جيت ومع اوريكل وصوفت بانك ونيفيديا اللي بيدخوا ما يصل الى 500 مليار دولار فيه اجهزة الذكاء الاصطناعي من الجيل التاني في الوقت المتحدة الامريكية بتخطط مايكروسوفت نفسها الاستثمار حوالي 80 مليار دولار فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في السنة المالية 2025 كل ده بيهيئ انها تدفع مايكروسوفت نحو البحث المتقدم يقال ان سلسلة ماي من مايكروسوفت حتتعامل مع المهام الاكثر تعقيدا زي المشكلات المنطقية متعددة الخطوات وبكده حتنافس اوبين اي اي وانثروبيك ممكن كمان تكون متاحة من خلال اي بي اي وجهة برمجة تطبيقيات تماما زيها زي جي بي تي من اوبين اي اي واضح ان شركة مايكروسوفت الفترة اللي فاتت كانت مركزة جدا ومشغولة على الابحاث التقنية بشكل مركز وكبير هنشوف الفترة القادمة اللي هيكون موجود ونأمل ان يكون كل ده في صالح المستخدم الذي ينتظر المزيد من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي عشان يفيده بحياته اليومية وزيادة الانتاجية وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والكومنت ولا كنت بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته